قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن خمسين ألف سيد حامل يتعرضن لسوء التغذية والمضاعفات الصحية وذلك لعدم توفر مياه الشرب والنظافة الشخصية والطعام والرعاية الصحية وأضاف القدرة أن الوزارة تبزل جهودا حثيثة لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي وأجزاء من المستشفيات الأخرى في شمال غزة مطالبا كل المؤسسات بحماية المنظومة الصحية الفلسطينية ومستشفياتها وتواقمها وضمن وصول المرضى والجرحى إليها دون استهداف من قوات الاحتلال